تبدل وزارة الداخلية جهوداً كبيرة لحفظ الأمن والسلامة العامة من خلال تلقيها البلغات ومن ثم اتخاذ الإجراء اللازم في يوم شرطة البحرين تتواصل مسيرة العطاء والإنجاز بمنهجية تتسم بالإخلاص والتفاني وبفكر أمني يعتمد على سرعة الاستجابة والاستعداد والجاهزية العالية وهي علامات الأداء الأمني لشرطة البحرين التي تعتز بمواصلة جهودها في حفظ أمن الوطن وحماية السلامة العامة جهود واجبات غرفة العامات الرئيسية ترتكز بالمقاوم الأول على تقديم العون والمساعدة لكل المتصلين بمركز تلقي البلاغات 9-9-9 والتي تتمثل في استقبال ورسال ومتابعة للبلاغات حيث يتلقى مركز العاملات بزارة الداخلية 9-9-9 ما يقارب الـ 2000 بلاغ باليوم الواحد منها 400 بلاغ فعلي وقد تلقى مركز تلقي البلاغات ما يقارب 124 ألف بلاغ فعلي منذ بداية العام وإلى نهاية شهر نوفمبر التي تنوعت ما بين طلب المساعدات والشكاوي بمختلف أنواعها وعلى مدار الساعة كما تم تدشين تطبيق مجتمع واعي بتاريخ 6 أبريل 2020 بمركز العمليات بوزارة الداخلية والذي يعني بمتابعة الأشخاص ممن عليهم حجر منزلي للتأكد من مدى التزامهم بتعليم الحجر كما أن دوريات الناجدة تقوم وعلى مدار الساعة برصد وتوثيق المخالفات للإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا قام مركز الأسعاف الوطني بتجهيز وعداد 14 مركز الأسعاف موزع في جميع محافظات المملكة إضافة إلى ذلك تم تجهيز 31 سيارة الأسعاف بأحدث الأنظمة والمعدات الطبية المتطورة لضمان جودة العمل أو جودة الخدمة المقدمة من قبل مركز الأسعاف الوطني أيضا تم إعداد وتجهيز قرفة عمليات تابعة لمركز الأسعاف الوطني مزودة بأحدث الأنظمة وموصلة بجميع الإسعافات تابعة لمركز الأسعاف الوطني بأنظمة تتبع اللي هو نظام الـ AVL وكاميرات مراقبة تبث مباشرة عندنا نحن نحن في قرفة العمليات نتابع فيها جميع البلاغات اللي يستجيب لها مركز الأسعاف الوطني مركز الأسعاف الوطني حريص على تقليم أفضل خدمات للرعاية الطبيعة في مرحلات ما قبل وصول للمستشفى ودائما نسعى أن نحن نحسن من معدل سرعة الاستجابة للبلاغ من المهام الرئيسية لقرفة العمليات المرورية هي ضمان نسيبية الحركة المرورية وضمان سلامة كافة مستخدمين الطريق وذلك عبر انتشار الدوريات ومراغبة الكيمارات الأمنية وتجنب وقوع حوادث مرورية على الطرق الرئيسية وتعمل قرفة العمليات المرورية على مدار الساعة وفي ظل الظروف الراهنة لجائحة كورونا تم استحداث الخدمات الإلكترونية وذلك لتغليل أعداد المراجعين للحد من انتشار هذا المرض ومن مبدأ الشراكة المجتمعية ندعو كافة مستخدمين الطريق لعدم التردد عن الإبلاغ عن أي حوادث أو عن أي ازرحمات مرورية مع تمنياتنا بالسلامة لكافة مستخدمين الطريق وتأتي هذه الجهود الأمنية تطبيقا لمبدأ الشراكة المجتمعية والتواصل مع المواطنين والمقيمين ضمن منظومة أمنية عصرية هدفها تقديم خدمات أمنية بأعلى درجات الدقة والكفاءة والإنجاز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر